أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بسعيد المعظم حفظه الله ورعى أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها مرسوم سلطاني رقم 62 على 2014 بإصدار قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى مرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام 1972 وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 على 81 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 على 2011 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى يعمل بأحكام قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية المرفقة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 30 من محرم لسنة 1436 هجرية الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 63 على 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمان العام للمجلس الأعلى للتخطيط نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة صادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 على 2012 بإنشاء المجلس العلى للتخطيط وإصدار نظامه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعتمد الهيكل التنظيمي للأمان العام للمجلس الأعلى للتخطيط على النحو المبين بالملحق المرفق المادة الثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثلاثين من محرم سنة 1436 هجرية الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 64 على 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة صادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 على 2008 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 على 2012 باسناد بعض الاختصاصات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى تحدد اختصاصات وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم واحد المرفقة المادة الثانية يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان وفقا للملحق رقم 2 المرفق المادة الثالثة يلغى المرسوم السلطاني رقم 3 على 2008 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الثلاثين من محرم سنة 1436 هجرية الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 65 على 2014 بتعيين سفير غير مقيم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة صادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية صادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 على 2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى يعين السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية لاتفيا المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثلاثين من محرم سنة 1436 هجرية الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2014 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة